ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادر الاستثمار اليوم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الشركة وذلك بقصر رئاسة في أبوظبي وعتمد المجلس خلال الاجتماع الاستراتيجي الاستثمارية للشركة في السنوات الخمس القادمة وأقر خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام الحالي 2018 واستعرض عردا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة